بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا عدتي في كربته ويا صاحبي في شدته ويا ولي في نعمته ويا غايته في رغبته أن تستاتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي فاغفر لي خطيتي اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من يعطيه من سأله تحننا منه ورحما ويبتدئ بالخير من لم يسأله تفضلا منه وكرما بكرمك الدائم صل على محمد وآل محمد وهب لي رحمتان واسعة جامعها أبلغوا بها خير الدنيا والآخرة اللهم إني أستغفرك لما تبتو إليك آمين ثم أبتو فيه وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك اللهم صل على محمد وآل محمد واعف عن ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا كريم يا من لا يخيب سائله ولا ينفدون إله يا من على فلا شيئا فوقها ودنا فلا شيئا دونها صل على محمد وآل محمد وارحمني يا فالق البحر لموسى الليلة الليلة الساعة الساعة اللهم طهر قلبي من النفاق وعمليه من الرياء ولسانه من الكذب وعينيه من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب هذا مقام العائد بك من النار هذا مقام المستجير بك من النار هذا مقام الهارب إليك من النار هذا مقام من يبوء لك بخطيئته ويعترفه بذنبه ويتوب إلى ربه هذا مقام البائس الفقير هذا مقام الخائف المستجير هذا مقام المحزون المكروب هذا مقام المغموم المهموم هذا مقام الغريب الغريق هذا مقام المستوحش الفريق هذا مقام من لا يجد لذنبه غافرا غيرك ولا لضعفه مقويان إلا أنت ولا لهمه مفرجا سواك يا الله يا كريم لا تحرق وجهي بالنار بعد سجودي لك وتعفيري بغير من مني عليك بل لك الحمد والمان والتفضل علي ارحم أي رب أي رب أي راب ضعفي وقلة حيلتي ورقة جلدي وتبدد أوصالي وتناثر لحمي وجسمي وجسدي ووحدتي ووحشتي في قبره وجزعي من صغير البلاء أسألك يا رب قرة العين والاقتباط يوم الحسرة والندم بيض وجهي يا راب يوم تسود الوجوه آمني من الفزع الأكبر أسألك البشرى يوم تقلب القلوب والأبصار والبشرى عند فراق الدنيا الحمد لله الذي أرجوه عونا لي في حياته وأعده ذخرى ليوم فاقته الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعوه غيرا الحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيرا ولو رجوت غيره لأخلف رجائه الحمد لله المنعم المحسن المجمل المفضل ذي الجلال والإكرام وليه كل نعمه وصاحبه كله حسنه ومنتهى كله رغبه وقاضي كله حاجه اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني اليقين وحسن الظني بك وأثبت رجائك في قلبي واقطع رجائه عن من سواك حتى لا أرجو غيرك ولا أثقى إلا بك يا لطيفا لما تشاه ألطف لي في جميع أحواله بما تحبه وترضاه يا رب إني ضعيف على النار فلا تعذبني بالنار يا رب الحمد عائي وتضرعي وخوفي وذلي ومسكنتي وتعويذي وتلويذي يا رب إني ضعيف عن طلب الدنيا وأنت واسع كريم أسألك يا رب بقوتك على ذلك وقدرتك عليه وغناك عنه وحاجته إليه أن ترزقني في عامي هذا وشهري هذا ويومي هذا وساعتي هذا رزقا تبنيني به عن تكلف ما في أيدي الناس من رزقك الحلال الطيب أي رب منك أطلوب وإليك أرغاب وإياك أرجو وأنت أهل ذلك لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك يا أرحم الراحمين أي رب ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وعافني يا سامع كل صاوت ويا جامع كل فاوت ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من لا تقشاه الظلمات لا تشتبه عليه الأصوات ولا يشغله شيء عن شاء أعطي محمدا صلى الله عليه وآله أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت علىه وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيام وهب لي العافية حتى تهنئني المعيشة واختم لي بخير حتى لا تضرني الذنوب اللهم رضني بما قسمت لي حتى لا أسأل أحدا شيئا اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لي خزائن رحمتك وارحمني رحمة لا تعذبني بعدها أبدا في الدنيا والآخرة وارزقني من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفقرني إلى أحد بعده سواك تزيدني بذلك شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عن من سواك غنان وتعففها يا محسن يا مجميل يا منعم يا مفضل يا مليك يا مقتدير صل على محمد وأهالي محمد واكفني المهمة كلها واقضي لي بالحسنة وبارك لي في جميع أموري واقضي لي جميع حوائجي اللهم يسر لي ما أخاف تعسيرا فإنا تيسير ما أخاف تعسيرا عليك سهل يسير وسهل لي ما أخاف حزونتها ونفس عني ما أخاف ضيقها وكف عني ما أخاف هما واصرف عني ما أخاف بليتها يا أرحم الراحمين اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن لك حقوقا فتصدق بها عليك وللناس قبلي تبعات فتحملها عني وقد أوجبت لكل ضيف القراءة وأنا ضيفك فاجعل قراءة الليلة الجنة يا وهاب الجنة يا وهاب المغفرة ولا حول ولا قوة إلا آبك وصل يا رب على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين يا رب على سيدنا محمد اشتركوا في القناة محمد كيف حال دعم يا أرحم البرد